الشيناوي بقى ايه اللي حصل? اه الشيناوي الحقيقة برضو نفس اللي انا هتكلم فيه. اه كان في المؤتمر الصحفي. نفس برضو اللي انا اللي انا بتكلم فيه. وهي جزئية ان السؤال هو سؤال اللحظي. لهو موجه. لهو متعمد. اه. قلت له السؤال ايه بقى? اه السؤال اني اني ان انت مدت ايديك. ثم استرجعتها مرة اخرى. على الرغم على الرغم على الرغم. ان الكورة كانت في المتناول. المسافة كريم حوالي تقريبا اربعة وعشرين خمسة وعشرين يارضة. كانت مباراة ايه? اه كانت مباراة سانداون. اللي هناك في بريتوريا. اه الكورة كانت من مسافة يعني ما كانتش من داخل منطقة الجزاء اللي هو ما يبقاش فيه اه رد فعل. فرد عليك قالك ايه? فرد علي. هو هو قعد لمدة عشر سوائل تقريبا يا كريم. مستغرب من السؤال. اه. وعمر اكشنات حتى بواره وشفناها. اه. ولكن هي الغريبة بس اللي هو رده علي. انت هتستفاد ايه? او غيرك هيستفاد ايه? لما انا اجاوب على السوائل. لا طبعا بص يا كريم انا عايز اقول نقطة مهمة جدا. اكبر حراس العالم لما بيخطأوا بيقولوا احنا اخطأ انا مفيش اي مشكلة. ولكن هنا المشكلة انك انت اخطأت ولكن انت مش عايز تحترف بالغلط. ممكن تقول انا مقدرتهش بشكل كويس. مقدرتش الكورة بشكل جيد. انا فاقي ممكن يقول حاجة تانية خالص. ممكن ما يجاوبش عالسوائل. لا لا انا مش حاسن انا قدرته اصلا. هو ده? من حق يعني انا مرضو. طبعا. كلاعب اقول لك ايه? لا انت شايف ان انا غلطان بس انا مش شايف ان انا غلطان. صحيح ولكن هو الرد. هو الرد نفسه. هو الرد نفسه. وبعدين انا عايز اقول حاجة مهمة جدا. في المؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي. انا مش مجبر. انا مش مجبر. كصحفي. ان انا آآ استنى توقيت معين عشان اسألك السؤال. سواء انا او غيري او كل جمهور النادي الاهلي او جمهور مصر بصفة عامة. كان بيسأل الكرة دي دخلت ازاي? ما تخشش في حارس مصر الاول. محمد الشيناوي. حارس كمير. حارس دولي. تخش في اي حارس في العالم. مفيش محتل. صحيح. ولكن. بس يعني. اه. بس رد الرد اللي هو ايه? رد على السؤال وخلاص. هو ده. خاصة يعني عارف انا ازعل امتى? وانا حتى الوم على زملائي الصحفي اللي انا منهم يعني. لو مسلا سأله قال له هو انت هتعمل ايه في العرض اللي جاي لك في شهر ينايب من نادي مش عارف ايه. صحيح. خارج من مطش او عنده مطش مهم. سيئة انا هبقى مدائي منك. صحيح. يعني انت زميلي. واقع وقع دائي من نفسي حتى لو انا سألت السؤال ده. صحيح. عشان هو برا السياق. صحيح. لكن انا لما بسألك انا كريم انا لما بسألك. وانا يعني انا عمتا بحيب بسأل في داخل. انا لاني مش هينفع الناس خارج خارج السياق خالص او خارج المباراة. انا سألتك في سؤال. صحيح. في المباراة اللي هناك. خلي بالك. خلي بالك. الكرة دي لو ما كانتش تسجلت في محمد الشرناء وكان لها ليه قدامه فرصة. بص بقى. بص بقى انا رايح لعمل جبال لب ايه. رايح له بحاجة. انا عايز اعمل. عايز تعمل فضل. صوتتين بس اه هو من حق الصحفي اني بس اي سؤال طالما في اطار المباراة. انا عندي مشكلتين هنا. احنا طالما بنتكلم على التطوير السناني في كورة القدرة المصرية. اتكلمنا على التصوير اللي اختلف درجة مية في المية. اتكلمنا النقل التلفزيوني السناني. واصل طفرة كبيرة جدا جدا. بالنسبة للدولة المصر. انا شفت ناس على السوشيال ميديا من الوطن العربي. بيتكلموا. من المغرب من اكثر من دولة. بيتكلموا على ازاي مصر الدولة المصر بقى ينقل بطريقة. بيتكلموا موجودة خلف المارمة. بيتكلموا عن تفاصيل النقل بشكل دقيق جدا. هما في الوطن العربي مهتمين جدا بالطفرة اللي بتحصل عندنا في مصر في النقل. في تطورات افضل من السنين. طيب. اللي ناقص بقى. اللي ناقص المؤتمرات. نقطتين يا كريم عشان باحضر مطشاة بقى لسنين. اولا مراقب المباراة بيقول الجزئة اللي حضرتك قلتها كريم او اللي اسلام قالها واشار لي ان انت لك حق تسأل طالما في اطار المباراة. يا جماعة اي سؤال خارج المطش هو بمستبعد تماما. اولا هو مفترض ان الوظيفة دي تتنقل تماما للمنصق الاعلامي. مش مراقب المباراة. هو اللي بيدير المؤتمر. يعني احنا بنتمنى ان الفترة اللي جاية في الدولة المصري او مسابقات اللي بتديرها الربطة المصرية. لان الربطة لان دي كمان ضافت السنين دي ان بقى في موقع رسمي للربطة موجود. وده حاجة بسطتني جدا. احنا فعلا خدنا درجات حلوة قوي. طب نكمل الموضوع. المنصق الاعلامي هو اللي يدير المؤتمر الصحفي. مش مراقب المباراة. المنصق اللي هو التابع لاتحاد الكرة المصري مش من الفريق ده او من الفريق ده. وفي مباراة النادي الاهلي مفروض منصق الكاف. وده بيحصل. صحي. في الفعلا في المنافسات الفريقية المنافسة. المنصق اللي موجود من الاتحاد الفريقية هو اللي بيدير مش المنصري. يبقى المنصق الاعلامي التابع لاتحاد المصري لكرة هو اللي بيديني مؤتمر لان في حاجات بتبقى خارج السياغ زي اللي اسلام بيتكلم فيها انا من حق اسأل طالما في اطار المباره مظبوط